الرحمن الرحيم أولا شكر لكم للحضور ونتمنى إن شاء الله باش الأسئلة نتعكم والأجوبات تكون تنور نوعا ما للمشاهدين والمشاهدات ويطلعوا على بعض الحقائق بعض الحقائق الاقتصادية وميدا الصحة وفي المعينة أخرى التربية والتعليم وإلى آخره إذن شكر لكم الحضور ونزيد نكرر رغم الرسالة اللي بعثتها الأخواتي وإخواني العمال نحن رانا في أول ماي مرة أخرى نتمنى لهم إن شاء الله حياة كما يتمنواها والصحة والهنة وإن شاء الله يصوموا رمضان والشعب الجزائري كله يصوم رمضان كما حب رغم الحجر الصحي تمنى الخير لبلادنا وبنات بلدنا وأولاد بلدنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك سيد الرئيس صحف ترككم شكرا لإستضافتكم لنا في مقر رئاسة الجمهورية نوريا بوريحان كوتيدين أغيزون السؤال الأول هو قامت الحكومة مؤخرا بتخفيف إجراءات جهاز الوقاية من كورونا في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من موجة ثانية محتملة ما هو رأيكم رأيي أولا احنا حاولنا الحكومة حاولت بشدير توازن بين الحجر الصحي وحماية ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطن إذن بعض الأنشيطات اللي دهرت للحكومة أنها لازم ترجع رجعتها المشكلة ما راش فيه تخفيف الحجر والإعادة فتح بعض المتاجر راف التصرفات تع المواطنين أنا شخصيا ما قلت ليها حتى تفسير حتى تفسير تشوف اكتداد في أماكن قبل الحجر الصحي ما كانش فيها اكتداد في المتاجر الملابس ولا أنت عكادة ولا أنت هذه نقول الحلوية التقليدية رمضان هو أنت حلوية تقليدية ولكن لازم أقل أقل شي نأخذ الاحتياطات نتعنا على كل حل هذه الحكومة لبط طلبات نتعى التحاد للتجار وحاولوا ويستدركوا ما نقدر نستدركوا من الحياة الاقتصادية ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين ولا وضع المواطنات ومواطنين في خاطر نغلق كل شي نعود نرجع لأكتر سرامة في الحجر لأن كنا وصلنا بالتقريب إلى النهاية وصلنا يعني بليدة منذ الثلث أيام في وقت فت ثم كانت سجل حالة حالتين يومين سجلت صفر حالة العاصمة نفس الشي اليوم عاودتني رجعنا معدد دليل ارتباط عضوي بين عدم احترام الحجر وعدم احترام الاحتياط الصحي بالتباعد بهذه بهذه اللي خلاها ولا كيرا تصدّو لها تصدّو لها لأننا احنا على وشك كنا على وشك لازم المواطني يتفاهم باللي هذي مرحلة يجبها نمولانا واش نديرو احنا ما نشو حدنا في العالم اي دول رح تعدل الأم والتحب عشرات الألف احنا الحمد للربي جتنا بلطف الخطة اللي تبعناها مع السادة الأساتيدة في الطب وليزي بيديمولوج نتعنا اعطات نتيجة اعطات نتيجة تقلصت جدا 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 ما نتمنى باش نعاود نرجع فيه على كل حال ايجابيات كل ما يتوفى جزيرة احنا نتألم الله يرحمه يستعليه الله يرحمه قال لي توفاه من أطباء لواجهوا الخطر إلى المواطنين والمواطنات اليوم نلاحظ أن فيه مهما كان الحالة وصلنا هذي يومين ولا ثلاثة عدد الأموات الله يرحمهم الله يرحمهم خمسة ستة بينما عدد الإصابات ما ارتفعت نوعه ما مية وخمسين مية وخمسة وخمسين مية وستين ولكن الوفاية ما كانش قليلة جدا أولا تانيا أولا تانيا اللي تشافوا خرجوا من المستشفيات اليوم مثلا خمس وفايات ولا ست وفايات وسبعة وسبعين اللي تشافوا يعني وصلنا التوازونات مقبولة هذا وباء التجربة اللي درتها الحكومة اللوم ربما بعد ما شفنا نتيجة ولكن ما اللهم شعليهم مبدايين أنهم بغوا ينطلقوا بالاقتصاد بصح الكورونا هذه أكبر العلماء في العالم من أمريكا إلى إلى آسيا إلى كلهم يقولوا بكل ثوازع رحنا نتعلمه عمرهم ولا شافوا وباء مثل هذا لأوبئة اللي فاتت قبل في التاكة ولكن فيه نوع من تباطئ في العدوى هذا ممكن العلاج ولكن العدوى نتاعه بسرعة البرق ممكن واحد في الشارع لبس عليه فتح ده واحد فقط هذا هذا كله اجتهاد أوروبا تجتهد أمريكا تجتهد الصين تجتهد ونحاول نكون نحاول نقلد نحن ما نقلد حتى دولة الكلمة صح اللي نبنو لها القرارات إدارية والسياسية هي اللي يجونا به العلماء تعنا في الطب وفي غير الطب هما اللي وجهونا ووجهوا القرار السياسي إن شاء الله هذه الابتداء من اليوم رحا نخفضت بالنسبة لأمس وإن شاء الله تزيد تنخفض ونحيي بالمناسبة كل المواطنات المواطنين اللي هم يحترموا هذه الحجر والكلام لكي تقول فيه السيدة طالب شعبي إحنا ما قدريش تصوري شحال عادات آلاف الاتصالات علىها تلقتهم منها لش تلقتهم هذا الشعب رأي يقول إحنا مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب قبل كل شي فيه نظريات كان كان دول اللي تفضل الاقتصاد على حياة المواطنة إحنا نفضل حياة المواطنة على الاقتصاد صراحة صراحة فسي إحنا مسلمين كل روح تزهق بتماطل يعني ما نشره ديم بخ أنا حياة الجزائري المواطنة الجزائري عندي أولا من كل شي إن شاء الله إن شاء الله ندركو هد هي حقيقة السؤال تعكواجي فيه ارتباط عدوي بين تراخيص للتعطات وارتفاع هد الإصابات إن شاء الله ندركو ماشي متفاعلين واقعيين سي طيب واقعيين لأن كورونا الأزمة تاع كورونا صح جمدت لنا كتير من ما شاطت طالب الملح متاع المواطنين كان تغيير النظام وإحنا دخلنا من الباب الواسع في تغيير النظام طرينا نجمد طرينا مش نجمد نوعا ما لأن اليوم ما هيش المرحلة اللي تدرس فيها الدستور لي غير كل شي هو غير أسس النظام إن شاء الله الدستور يغيرها قانون الانتخابات يغير كل شي نجوب مؤسسات قوية ما فيهاش ولا شك في الشرعية نتاحها ولا في كموتها إن شاء الله نمشه ليها على كل حال إذن الوابع واجهنا وكنا من سباقين سيد طيب من سباقين ونعرفك من الصحفيين الكبار تاعنا تاع هذه البلاد تنجم تشوف الرزنامان تاعنا وقارناها برزنامان تاع بعض دول متقدمة جدا أوروبية وتشوف اللي احنا سبقناها في كتير من القرارات كنا أحنا اللولين اللي اغلقنا الجول finalmente كنا أحنا اللولين اللي اغلقنا الملاعب التاعنا كنا أحنا اللولين اللي اغلقنا المدارس والثانويات والجامعات كنا كنا سباقين كل هاد الأمور هاذي أول حجر ندير من بعد الصين ندرنا إحنا لما جبنا أبناءنا الطالباء من الصين من يوهان ودرناها في الحجر الصيحي أول مرة تدخل الجزائر في تجربة الحجر الصيحي استوردنا عادات كان ناقص في البداية لأنه كان فيه تدفدوب صح ولكن استوردنا عادات أنا شهادة بعض المواطنين جاءوا من الخارج ما نقول شوش من دول لما فاتوا في الفحص في المطار شهادتهم يقول احنا رأنا مرتاحين احنا من المطار اللي يمشينا منها الله ما دالوا لنا كما راقبنا ما كده إذن هذه اللي خلات ربما تغلبنا نوعا ما لا تتذكر سيد طيب ذاك الأجنابي اللي جاء ومشال حاسم سعود مصالح الأمن ومشكورين ومشكورين حتى على المجهودات لم يقوموا بها اليوم كي هما كي الحماية المدنية كي المواطنين المتطوعين ولكن بسرعة سرعة البرق وصلوا المانيفاس نتعليه في وياجور كل يسافروا معاه في الطيارة جابوهم وكل داروا لهم تحاليل يعني ما فيش وقاية أحسن من هاد شي بالنسبة المواطن المغتارب اللي جاء نفس الشي وحضر فيه عرس وكذا نشكر العائلة انتهم اللي مشوا وصرحوا هما اللي صرحوا جاءوا وصرحوا قال كان معنا هنا ورانا سمعنا به بلها تخل المستشفى ربما مرة عدنا ولقينا العدوى موجودة وهذه اللي خلات البوليدا منعت من الكاريتا لانا كان ممكن في أسبوع البوليدا توصل مئتين وخمسين ثلاثمائة في أسبوع اذا صح الكورونا هذا قدرها علينا مولانان انتماشاوا مع هواك انتماشاوا بدكا وبعزيمة وانتم مركم اكتشفتوك ما اكتشفتوك قال الجميع الأطب انت مستوى عالي جدا والتحليل تاحهم منطقي اذا الازمة هذه نتاع كورونا صح صح كانت كتفتنا نوعا ما بالنشاط السياسي وفي النشاط الاقتصادي لاننا كنا على وشك الدخول مباشرة في تغيير الاقتصاد كان سيد وزير الصناعة على وشك الاعلان على النوفو كايدة شارج بنسبة لهذا الاستيراد للصناعة المكانيكية والصناعة التحويلية والصناعة ضيعنا شهرين لكن شهرين في حياة أمه عسى انتكر او شيء واخيرون لكم ربما خلتنا نخمم ونفكر أحسن بالنسبة للأزمة تعل البترول بأزمة ضرفية المهم انها ما هيش أزمة هيكلية ونحن نحن نمشون معها المهم الاوبتميزم التفاؤل تانا ماشي حسب قدراتنا انا متيقا من القدرات جزائر هادي هادي 30 سنة فاكتر اسيرة فيريتاب بريزونيير دي غازي دي بيترول احنا نظرنا على الفلاحة الفلاحة راتنتج ما يفوق 25 مليار دولار يعني سيبراسكم لبيترول الى الدولة ديجال اللي تاكل من ما تنتج رأى عليها البرك والفلاحين تانا مشكورين تعبوا وتومروا وما نظروا لهم مش كثير مثل الصناعة اذا الفلاحة تانا تنتج احتيات الصرف التعنا ما زال في مستوى واحتيات الصرف الى كان بعض يقيسوا عليه بالماضي الماضي لازم ننسوه الماضي كان فيه ما يقارب 30% تدخيم فواتر وكان حتى كان البيترول تاكل 100 دولار يفشلك تدخيم الفواتر تدخيم حتى تقييم تاع المشاريع يتير مشروع بـ 300 مليون ويصرح في البنكة للمشروع غادي تقام له 450 مليون مثلا مثلا اذا قضينا على التدخيم ماذا قضينا على التدخيم؟ اعتبر ان ربحنا 30% من الاستيارة تنتعنا وربحناه في البنكة رجعنا الارقام حقيقية ماذا ما عندك الفيلة حتى عك تنتج وماكش تستورد وهدي ربما المواطن ما يعرف هاش لما اخذينا قرار في 2017 ديش وما عجبش الناس لأننا فيه جزائلين يحبوا الاستيارات ليه حاجة في نفسي عقوب معروفة أنا أقول له انت كيف تخلي المنتج انت محمدية ولا انت ابو فاريك ولا انت عنابة تشين تاوب دايخ مجلو في الصجرة وتمشي تجيب انت يلا العاصير المركز من الخارج حرام وهذا علش منعنا منع بات ان نستورد اي شي من اللي كنا نستوردوه في فصل الانتاج دانو بريود دو سيزان انتردي دنبورتي ديزاقريم انتردي دنبورتي هادي انتر نكمل وقت فات بوزينا منطقة بوزينا باتنا نجو ما يقارب مليون مليون قنطار انت انت تفاح ونمشي نستورد تفاح من الخارج على يعني اصبح الفرد جيبوا عندوا اولى من الوطن اولى من تضحيات الناس اللي ضحاوا على هاد الوطن اولى من استشهدوا على الوطن لا استشهدوا بانتوسا 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 تفاح انا لا استشهدوا انا لحد الان ما لقيتش الجواب صاريح الخيرات اللي عدنا في البلاد سيطيب نو سم باتيكم استدروا لما اديها شانا ما اعطيها تالواحد انه سم باتت بري بايجي اعطيت امر للحكومة باش تبدأ تبدأ توجدوا لكايدة جلال الوزارة الصناعي وجدوا لكايدة جلال شكرا لكايدة جلال الوزارة الصناعي ببعض التزن ببعض التزن نتوسا مع دول صديقة. أحيان شاركو المهم أننا لكي ديشارجي كون مي دورش اللي سكر. هل أفعل ذلك؟ تسير بأنك كل فائدة التي تسمية سنتمتهم من تجربين بأن تسير بالإمكان؟ نعم بأن نحن المشاركة تتوقع لأننا نحن عدد من الأنجيال لجنية. هذا نحن من المشاركة جنباً ونحن مدينة. نحن باقي نعاصل البيترول نصممم با نبيه البيتروليه البيترول تعالى من نطلع وصننا لأ مليون 100 مليل 150 مليل باريل سي تو انا باكو بلس ان بيه غازيه وزيد بالزيادة حتى لو كان السعر ما نخافطش تعال البيترول سي طيب ماشين الامور اخرى ماشين الاستغلال ثروات نتاعنا لان الاستهلاك اليوم تنمية المحلية تنمية البشرية الوصول اغلب للجزائريات والجزائريات الى شراء سيارة الى هادي خلنا نستهلك قريب النص انتاع انتاع اكسم لو كانوا استمروا في هاد المسيرة انتاع التنمية يقولي بترولنا ما يكفيناش احنا الغاز كيف كيف اليوم تشوف تلت ملايين سكنة مباردة اللي توزعت كلها بالغاز ديفيل شوف استهلاك الغاز كيف اشتلع الغاز وصل القورة وصل المداشر في قيمة جرجرة في قيمة الورثنيس قيمة الورث اليوم راح فيها رفاه الناس اللي كانت متعافرة مع القرآن تعلق هذه اليوم هذه كلها غيرت نظرة في الغاز والبيترول اعدات تنمية بشرية ولكن تتخلص ومنين تشوف هاد الاريشاس انتاع الادميغة وانتاع القدرات في الخلق ثروة من لا شيء واحد تعطيه ملاير يوخدك واحد من لا شيء لا استهدئat اعرفت الخلق ولكن لا شيء يك절ق ملايك كيف لم تققيlusion penازل ان全部 يذهبوا نعم لحظة الجن اشتركones اخرى ايغران زيكول انا نصم ابيل يخرج 300 الف من المائتين وخمسين حى 300 الف جامعي في سنة ما تستغل لهمش حتى في كل شي خلي يفجر الطاقة هذا جيدي الوزير التعليم العالي قلت له اعطي الحرية للجامعات الجامعات ما هيش نيبا عن داب ما ديستريبيوتر دبي ديستريبيوتر ديبلام الجامعات هي الاساس التنمية خليهم جو طوريز قلت له انا نرخص لكل جامعات باش تدير مكتب دراسات تيجاري نفوت لسيون سابليكي تا شركة تعري بغي تدير دراسات باش تدير نروح الجامعات شوف إلا كان قادر يدير لك الدراسات دير دراسات وخلصهم كي ما نظر يتخل نعلم الطالب باش يستعمل المعرفة انتاعو باش يصلح الوضع المادي انتاعو والاستاذ كيف كيف وتصبح الجامعات تأطر مباشرة في الاقتصاد وفي التنمية سيصال ايكولومي اللي غادي نبنوها سيطيب اني جابت كدين منيار ان ديركت شير بوصة ماناش متشأمين بلان الدرف صعيب صح ما هو شكاريتي ما هو شكاريتي ما هو شكاريتي فهمتشوية الوبتميزم بتاعنا سيبادل اوتميزم بيها ما سي نفوتوا ان شاء الله إلا كان مشاوا معنا رجال أعمال نوزهة شورفة قسملك بالله في عامين تشوف الكروسان ستعنا ويتفوت واني ترانسفور مليا ترانسفور مليا عندنا ينتاج في لاحي تقول انتا ما تلنا قلنا خمسة وعشرين مليار كان اللي يقول أكتر شوف غير الترانسفور ماشيون تعوش تعطيك كوميزين مش غير أطومات حنا قبلنا الأطومات حصلنا في الأطومات توتي ترانسفور مابل في الأغريكولتور ولأكسفورتاشن دان بروديو ترانسفور مليا اندوسرياليزي بوكو مليا بارسكو الفلاحة اكسفورتية ان لتا توادي كونكورن ويسا يبولك عبسة قال هادي يترود بروديو فيتو سانيتار يسوسي مكنت سي تنمية الحبوب في الجنوب رانا مشي لها نقلص بالعقل عشرين ثلاثين في المياه استيراد الحبوب طلبت نسيد وزير الفلاحة ونلح عليها ونوصلها من النهاية السنة ان شاء الله دانسي شوزنا ما نجل أشبا قادرين وراني واقعي إلى أقصى حد قادرين في ضرف واجيز في الجنوب ننتج الزيت والسكر كما تشترك؟ كما تشترك؟ هذا هو عندك سيد طيب عنا حسب الإحصائيات تمنى باش نديروا إحصائيات بكل وسائل العصرية جي بي اس درون بلس انكت باش نعرف حقيقة كميان جيدة تت بالتقريب عنا 27 مليون رأس غنم ونزيد نستور للحم سيكر ها سيشوزنا طنك هدا هو الوطيميزينا جاي من يفوت رفايي خصنا نبني اقتصاد من الجزائري يبقوا له المالتعو غدوة لكن هالأمور نقلص الاستيراد لدرجان ضروريات على ما يخليش الجزائري تمتع بلا 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 بهاد الوطريق نتعب التوريزم يخرج ويديروا هاتي الفو لبيري الانيشاتيف ان شاء الله جاوبتك سيد الرئيس تحدثتم عن ان الموضوع مش مرتبط لا بتفاؤل ولا بتشاعم بالواقعية واقعيا تراجع سعار نفط واقتصادنا كما وصفته مرتبط بزاف بالنفط بنسبة عالية وزائد اليوم الازمة السحية والجمود اللي يدخل فيه الاقتصاد اكيد انه مشاريع كثيرة راح تأخر مثل السكن كل هذا يزيد على السلطات العمومية اعباء لان الطالب الاجتماعي راح يبقى قوي وحالة المؤسسات كما وصفتوها بعضها متأزم بعضها غير فعال بعضها قليل مصداقية وقلتم انه مثلا التغيير السياسي تم تأجيله قليلا بسبب الازمة ولكن سؤال اليس من الضروري في وقت الازمة تحسين نوعية المؤسسات لرفع من الفعالية للرفع من المصداقية لدى الناس لإقناع الناس بالصبر هل التغيير السياسي مهوش الآن ضروري نزيده في السرعة لبناء مؤسسات ذات فعالية وذات مصداقية سي اشكرك سي بالهميسي كلامك صح ولكن جزء من الجواب اوني جواب تسي طيب بالنسبة لباقي انا شاعر باللي لازم نمشو بسرعة اكتر ندار كل وقت اللي فات في التغيير السياسي اش ما خليش الفاراغ هذا الوزيفتاها ماردو توليفيس كما يقول لك اعطيت تعليمات التقم اللي معانا في الرئاسة باش تدام الاسبوع المقبل يبدأ السحب تعال المسودة وتبعد الاحزاب والجال والجريد والناس يعني اللي عندهم رأي في الموضوع وعندهم مهلة باش ما نضيعش الوقت حتى ولو الحجر هذا يزيد يدوم رأى عندهم الوقت باش يدرسها ويعطيه مقترحات ويعطيك هاتا ربما انظارك الوقت اللي فات قانون الانتخابات قانون الانتخابات ما باقيلوش بزاف رأى فيه لجنة رأى تشتغل على قانون الانتخابات كذلك بالنسبة هذي التغيير السياسي ونخرج ان شاء الله بمؤسسات قوية وانا قلت وما زال شد في كلامي بلا منا نهاية السنة نكونوا بمؤسسات اخرى ان شاء الله هذا التزام بالنسبة الامور الاجتماعية امور الاجتماعية ما متقطرش احنا قبل لانا قلت لك الاولين ساعة البيترول شي ضر في وبعض خبارها بتقريب نضانين او متأكدين انه في جوان جوية البيترول يعود يرجع الربعين وخمسة وربعين دولار ممكن اكتر لانا اليوم بالتجميد كامل بتاع الاقتصاد العالمي كاريتا لمعرفها العالم الا في 1929 نحن في اعادة انطلاق تشوف حتى الدول الاوروبية اللي واحنا منضامنين معهم اللي وصلوا الاف عشرات الالاف ولكن شافو بالاقتصاد انطحوا منهار بدو يفكروا باش من على شهر ولا شهرين تكون العجلة الاقتصادية عودة انطلقت صحيح في الصين عجلة رها تحركت ما ظهرتش في الاسعار التعليق في النفط لانا الصينيين تاني هادي نقولوها احنا المؤمنوا لا يلدوا من جوحرين مرتين هما اخداوا الدرس رام يخزنوا مادام النفط اسعار منخفطة رام يخزنوا اذا استيراد النفط من طرف الصينيين يتأخر شوية لانا عندهم مخزون اما صناعتهم انطلقت عودت انطلقت اذا انطلقت العجلة الاقتصادية ولو بنسبة عشرين ثلاثين ربعين في المئة السعر يطلع ما فيه احتلال انا فيه طالب مادة ضرورية بالنسبة بالاخص بالقرارات الاخيرة انطاع الوباب زايد غير الوباب والامور هادي لا توقعس بشهرين او ثلاثة انا متافخ معك لو كان جات عادنا مديونية السعر تعلبيترول ما يسمحلكش باش تخلص حتى الفوائد نتعل مديونية كما صرعنا فيه اتنين وتسعين واحد وتسعين انكت في الحكومة تعلبيت واحد وتسعين وصلنا الى صفر في الخزينة وادى الى ما ادى اليه من هيار سياسي وكذا وانحرافات وكذا نبعد عليها كل وبعدها لكن الوقت البصر كنا نستوردوه القمح نستوردوه الحمل نستوردوه كل شي نستوردوه كنا داخلين في شبه لعنة لا خير في أمتين تأكلوا مما لا تنتش وتلبسوا مما لا تنسش اليوم في اقتصاد الصناعة الخفيفة المتوسطة مشت نوعا ما الاحتياط انتعنا موجود البعض يقارن بالماضي يقول لك هاد الاحتياط ما يشتش تسع شهر ايه ما يشتش تسع شهر بالتبدير اللي كان همانا اليوم يعني قلت لك المواد الغدائية الاساسية الاولية اللي نحتاجها ولا ضروري نستوردها ما تفوتش ما تلحكش تسع ملاير دولار اما ما تبقى باش نزيد انا ينجيب دي كيت بتاعت مسخير ونديروا حي نركبهم انا تسي في نيس يجيزو الله عندك دي زانجينيار عندك دي جانز انجينيار عندك بتاكر سيتو ناكي بوكو تشوز دي مازيش نستوردهم با ننتجهم محليا وقلت سبق لي وقلت انه بالنسبة للانتاج المحلي ليستعمل المواد الاولية الوطنية من الحلفاء حتى حتى للتفاع بوزينة وغيرها قلت نعطوا اوامر للبنك باش يقبل مشروع يتمول يمولوا للبنك حتى بنسبة تسعين في المئة لعنا غادي يخلق مناصيب شغل وغادي يخلق اقتصاد حقيقي لعنا غادي ينمي الانتاج الوطني قاش تاكل انا قلتها قلتها بعد يا ممكن تزيد البطالة ممكن المؤسسة تعرف صعوبات في ما اعتقدش تزيد البطالة شوف لوكان قلت لك لوكان جاءوا الناس يغلقوا ممكن تزيد البطالة حاو احنا فتحنا غي ثلث ايام رك تشوف عود له رش فيه شي النظري وشي الواقع يقولوا غادي تفتح العمال يرجعوا المصاني انتاح هم عليك تصنع المصاني انتاح المواد الاولية الضرورية دانا مصنع موجود ما تطيش تمنعهم المواد الاولية بسيف تعطيه المواد الاولية عاودي يشغلي عاودي وزيد احنا خلقنا تلت وزارات لشابب مع بعضنا يخدمون مع بعضنا الكوباتر start-up كما تشوف وميكروانترپرز فتح فعالصة 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 من المواد الاولية ولماذا تحاجد الواقع الفعالصة فعالصة 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 يجب توجه وفيه متابعة وفيه كذا وفيه كذا لكن أعتقد أنه من نهاية السنة يكونوا عندنا شي مئات من الستارتب ليكونوا ينجوا والدليل أنه نمشي نيساً واقعي نمشي بالواقع وتزيرنا شوية صبحنا نصنعه الـ ريشبيراتور أرتيفيسيال صبحنا نصنعه الـ كولوارد ودفاكسيون صبحنا نصنعه هادي صبحنا مننا على عشر أيام للتست تعال كوفيد هذا يكون ألجيريا نبدو ننجو في بويره لا تفعل الأزمة اتخذنا لهم فعنده وضع الأزمة يجب أن ت بغير التعامل يجب أن يذهب للحيوال ويجب أن يجب للحيد يجب أن يجب أن تحصل على منع سلساً ويجب أن يجب أن يكون لا يجب أن تحصل على التنياقضي يجب أن يجب فم saying كيفية قد الاستوى وإننا ندعه أقب في السفلان وقوم بغير تحصل على خمس ملاير وقوم بغير تحصل على خلال لا تفعل بالنسبة للساكن وهذا الساكن عمر ما يتوقفش وهذا التزام نلتزم بها أمام المواطنة والمواطن إلا سيئة الساكن ما نحبزهاش لأنها عندها المقاصد انتاحها أكثر من بناء ساكن ورحلوا ما نرداش الجزائر اليوم باش أبناء عايشين في غوربي عايشين في براكة واحد عايش في بيت لاباسبيح أو فيها الدوو التسخين وكذا لتجأى جنراتي هذه الوضوحة تنقلوا الممات بالانتاحاً ويسنتين психوال الانتاحاً ويسنتينين لك هناك لا تحركوا الساكن فاة لا تحركوا الساكن ساكن، ساكن مضحوا بالساكن، ولا تحركوا الاكثر دون من تحركوا بالتعالي موسيقى فى الأجراء الأنساني من الأسلاء في الأنساني لا يوجد من الهاتف من الأسلاء ويضاعدون أيضاً ولكن فى الأنساني سنة تكلمة لانها تكون مناة سنوات فى الأنسان تنجل الوضع لا نانيا من حشرين ، لناتمها الغداء ، وشعر أن يسلطى لاعظ مهتماما للمشارعة الإخمارات المتطبسة. في الخطور للتعليقات المتبع ، نحن نجدًا على رفع للمشاريع الإخمارات المتطبقة لأننا نعمل مع هذا في نتعمل معطوله كلها يتراحيين كلها يتلاحيين كلها يتراحيين كلها يتراحيين كلها يتراحيين كلها فيه، من أجل أن نحن برئكس سابقا، أجل لترحين تقضي ليس يقولون أنه ليس هناك كانه فيه، علي toutes وضعين أجل، همتنا وضعون، تقضي، حفيدي، همتنا، همتنا فاطرة عائلين؟ اذا كان من المرور الان وفعل نظام الانتقال للمشاركة لذلك من نظام الانتقال للمشاركية المستخدمية للمشاركة المنظر الأمور الذين يتطلق خلال خطوة لتشاركة للمشاركة لذلك من هل صنعين وليس اللي تكبدو خسائر كبيرة في هادي شهرين ولا ثلاثة تكون تكون ولكن احنا تمنى تكون نازهة في الطلب لانا انت عندك عندك 12 شهر في السنة لان احي منها شهر بتاعك تعلو اطلا 11 شهر ضيعت فيها شهرين ماهيش كاريتا ما تجيش تقولي انا كل شي ضيعت كل شي وراحت وكادا لانا عندنا وسائل تقيم وسائل تقريبا لانا نساعدو اللي ضاعو صح اني عندهم القوت اليومية هم في العمل اليدوي الحفاف التكسير الماسان البلومبيه هادو سهلين هادين نتكفلو بهم وعطيه التعليمات باش يكون احصاء حقيقي ونتكفلو بهم والتكفل ما يكونش يعني ما يكونش حاجة كبيرة يعني احنا نقدروا الشي اللي ضيعوا يوميا ونشوفوا معا احنا ديجا عطلنا تعليمات باش نساعد كل المواطنين المواطنات هادو اللي ينضرو بما بعشر الاف دينار تسمح له يشد بها شوية هادو في انتظار ما فيه تكفل وهذه منه هذه من الايجابيات منتع الازمة اللي خلات الجزائرين رجعوا لبعضهم بعض يعني لما نشوف سانتين اللي عشناها هذه الماضية مع اليوم الجزائري رافض للجزائري تضامن اللي شفناه شي عجيب عجيب بالنسبة الانساء اللي ما يعرفش هاد الشعب هادا مش شعب هادا أساس والتضامن وبالاخص في الضراء بالنسبة للصناعيين الصناعيين نعتقد انه كتير منهم عندوا ليستوك تاعد ماتير برمير لما عندوش ستاعد ماتير برمير ترا يليزاكو موندي ويكونو بلكو بار ولا اللي يرفعوا هاد الحاجة يعود يرجع لخدمتو في حالة ما نضرب الزاف نخفوا عليه الضرعي بتاعه والذين يدفعوا الدولة تحمله في إيادة ميكانيزم كيفيه وسائل باش نخفف على بالنسبة لباقي الأزمة ركتشوف البواخر نتعال القمح ماشية جاية ركتشوف اللي كسموه الأكل اليومي القوت اليومي تعال المواطن ما تمسش بالنسبة للسياسة جديدة قولي تعال الاختصادية اللي باش نبنيها ممكن نحتاج إلى قروض ولكن أنا شخصيا ما بين نقاط القوة اللي وجدناها في هاد أزمة كورونا ونهي الأسعار هي عدم المديونية وما نرجعش المديونية نرجعش المديونية لا عند لا فامية ولا بنكمانديان ولا غيرها في حتى دول صديقة اللي اقترحوا علينا قال نساعدو منها نكتر خيالك مني نحتاجو نقولك لأن المديونية تقام لك غالية الشعب هذا حر الشعب ما يبغيش باش تمسلوا السيادة نتاهم ما يبغيش باش نمشي أنا نرهن السيادة نتاهم على بلا وعشت التجربة عشنا هات تجربة في ها واحد وتسعين واحد وتسعين على بلاك مني مشينا في اقتردنا اغلقنا حتى الادارات اغلقنا هادي نحبس الساكن حبس هادي حبس هادي ماما بالنسبة العملة الوطنية العملة الوطنية اليوم راهي الداول عندكم عند الصحفيين وعند اقتصاديين وعند هذا ان القطاع الخاص غير المهيكل باش ما نقولش الاقتصال الموازي عنده ما يقارب بين احصاية مايش دقيقة البعض يقول ستالاف مليار والاخر يطلوها احتل عشر الاف مليار دينار موجودة قابلين باش يضخوها في الاقتصاد اعطيهم الضمانة تاهم انا نقتارد من عند الجزائري وممشيش نقتارد من عند الفامي الجزائري مهما كان الحار رح يستثمر في بلاده ونصون الاستثمارته ونحميه ومشي نقتارد عند البنوك اجنبية فقط سيادة تاهم هي تسكت ما تطيق تهضر لا على فلسطين ولا على الصحراء ولا على هادي ولا هذي مليحة وذي مشي مليحة وذي عندك لشنو حافظوا على احتياتنا واختياتنا رح جاي دخل اخر تعال بيترول وين كان بثلاثين دولار ولا فيها دخل كمان ردي ينضاف الاحتياتنا دهن بالنسبة للسحب النقود ما نسحبش السحب النقود شكون يخلصها في النهاية يخلصها المواطن الانفلاسيون تطلع لسماء الحاجة اللي يمدع يشريها بألف وليس يشريها بسبعة آلاف ودخلتها وما زادش وش الفايدة منها حاول ما نسحب ناخد من عند الجزارية ونعطيه كل الضمانات اللي حبها بغاية يدير بنك حاليا يدير بنك إسلامي بدون فاوية تفضل بغاية مفتوح البنك المركزي يعطيك الاعتماد متعك وطلق اليوم الاقتصاد متعنا ناقص إحصائيات دقيقة قليل لدينا إحصائيات بالنسبة لشي اللي معروف رسميا سكي بنكال سكي باس بالدوان ستو إسا كونسيتو سكينة بورسان دقيقة سكينة بورسان دقيقة ناقص 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 حتى من نهضر البطالة القطاع هذا رايخدم مليون ولا مليون ومئتين لو مليون وخمسمائة الف عامل معيش دخلاف الإحصائيات إلى آخير هذا هو الاقتصاد السي طيب اللي نعاود ونبنوه إن شاء الله بكل الإمكانيات نتاعنا وجزائرية قبل ما تكون أجنبية أما الاقتراض للتصنيع دولة اللي تقتارض في حاجة اللي عندها مرضودية عالية ما هو اقتراض لأننا ترجعوا بسهولة ما فيش تقتارض باش تبني ميناء تجاري اللي يزيد يجب دبلك المداخي القوية تقتارض باش تواصل السكة الحديدية تقتارض باش تنمي قدراتك انتا في إنتاج كيمياوي بيترو كيمياوي للفايدة أو باينة فلمونياك في هادي في هسل سي بوسيبل ما زال ما قررناش فيها لكن هادي جيمعة دول اللي تبغي تدخل معاك في الأمور هادي داني لحد الآن ما أنا على نفسي هاد البلانشابية كما يسميه هما التمويل غير تقليدي ولا الاقتراض اقتراض يمس مباشرة السيادة إلا كان أمور اللي فيها مرضودية اقتارض عليك مليار دولار وننتج حاجة اللي جيب لي دو مليار دولار مرحبة بيها ربحت مناصي بشغل ربحت صناعة وربحت في جرتك مليار دولار باش ندين نمشي نختار باش نقسمها استيراد وهدي وهدي هدي جميع لا ما ندينه سيد الرئيس تفضلتم بالكثير من الشرح ل ظروف الأزمة وكيفية التكفل السلطات العمومية بهذه الأزمة والعكاساتها المالية وغير المالية الاجتماعية ولكن يبقى سيد الرئيس أن هناك ضغوط كثيرة تنتظر السلطات العمومية الحراك توقف مع الكورونا والكثير من احتجاجات الاجتماعية توقفت والكثير من المحللين يتوقعوا أن الاحتجاج الاجتماعي ممكن يزيد ما هي كيف تتصور عوامل تهدئة الاجتماعية للأوضاع ما بعد الكورونا أنا شخصيا أعوذ بالله من قولتها شراء الدمم ما كانش ممنوع تكفل بالمشاكي الاجتماعية أنا موجود من أجلها وهذه المهمة تعي وملتزم بها كم صفاء عقلانية بالتنمية الحقيقية مش بالأكاديب والالتواءات وهذه وهذه أنا قلت لك على أني لاحظ الوعي منتع المواطن المواطن اليوم صبح فاهم باللي ما يطلبش المستحيل أنا توعدت مع كل المواطنين ومواطنات قلت بالنسبة للتعليم نحليهم مشاكلهم نحليهم مشاكلهم في الإستاتيون تاحهم في المرتب تاحهم في هذي تحل ولكن ما نقول تحل مش أنا في ضرف لقالمها كإمداء يصبح تم تم كل شي يتغير نمشو معاهم برنامج قال السنة هذي المرتب بتاعك يطلعب 20% السنة الأخرى زيدي يطلعب 20% نقول هالثلث سنوات باش تصبح عندك 60% ولا 70% تعال المرتب الحالي إضافية نقص لك من الضرائب نقص لك من هذي نقص من هذي السكانات مفروغ منها قلنا السكان ما نحبسش بالنسبة للمشاكل اجتماعي مناطق تضل أنا أول من تكلم عليها ووريتكم فيلم اللي أعمر واحد ما كان قادري يوريه ووريه مشاكل اللي دار قعدنا باللي المودون هذي سيلا ربكي كاش لفوري هذه قعدنا تصدّو لها وعدنا إمكانية باش تصدّو لها معنى دون ندخل في إعادة هيكلة حتى المساعدات تم نتعمم المساعدات هو المعوز وداوي الدخل الضعيف والطبقة الوسطى حتى الطبقة الوسطى العليا كما يسميوها هذي ما عليش بالمليار در علش نحن نحن تصدّو لها كما veut نحن تادي قريبا تصدّو لها قلنا نعاودون نبنى اقتصاد حقيقي الاضطرابات الاجتماعية غالبا ما تجي لما تنحي المواطن الحق نتعوه هذي ما نديرهاش إلا ما دعمتش الحقوق نتعوه أنا ما ننحيلوش المكتسبات أبدا فيه متوقعين أن اللي ما استطعش باش يجند سياسيا يحاول يجند اجتماعي وراها بدات فيه بوادر فيه اختراقات وحتى بإعاز من ما وراء البحر اخنا عارفينها ومتوقعينها ولكن القانون يعلو ولا يعلع عليه طرح المشكلة هذك حقك رك جزائري كامل الحقوق وراني نفهم فيك باللي في الظرف الحالي لا نعطيك عشرة راني ننحيها الجزائري أخرين وما قدرش نحيليهم وكتسبت تاحهم نعطيك عشرة أمتائك أعطيني مهلا واني ملتزم بها هذي وندخلنا لازم تكون فيه تولتية مع النقابات لازم تكون فيه بالنقابات ورجال الأعمال وهادي ورجال الأعمال حقيقيا نزهر حتى نتفادى هذي مشاكلة معنا ممكن نحل المشكلة في القطاع العام والقطاع الخاص يبقى رغم أن لاحظنا وثم لاحظتوا سيب الهميسي والسيد طيب والسيدة وقال لاحظتوا أن الاضطرابات الاجتماعية قليلة جداً في القطاع الخاص على نقطة استفاة سيد الرئيس في ظل هذا الشرح البستفيذ حول المشهد الاقتصادي والاجتماعي بكل تشعوباته يتجه الحكومة التجهي إلى إعداد قانون مالية تكميلي ولما نتكلم على قانون مالية تكميلي يتبادر إلى الذهن في ضوء تجارب سبعة ذهب إلى ربما رسوم وضرائب والبحث عن موارد إضافية لتغطية العجز ما هي معالم هذا القانون التكميلي في رأيك وهل نتجه إلى اقتصاد سوق اجتماعي شفاف أما هناك ربما توجهات أخرى وفي ظل هذا الظرف ما هي تصوراتك لمركز الفئات الهشة في ظل هذه المرحلة الصعبة من حيث القدرة الشرائية هل هناك ربما رعاية لهذا الجانب هل هناك تصور يضمن كل هذه المبادئ من عدالة اجتماعية وفرص وحماية خاصة علم الشغل نبدأ من الآخر كما يقول بالنسبة للالتزامات الاجتماعية هذه لا هدية من عندي ولا من عند أي إن كان هذا إعلان نوفمبر ربعة وخمسين وملتز من بها وما نغيرش والتكفل يكون ويكون أحسن من اللي كان لأنه باش نقلص من عند اللي ما يستحقوش ويدوه اللي يستحقوه تكفل الاجتماعي الامتيازات اللي اكتسبها الشعب ننميها ما ننقص شمانها نقلص شمانها أولا بالنسبة الاقتصاد بين الاقتصاد نظن معاسي بالهميسي معاسي الطيب شرحت قانون المالية تكميلي وكان ما درناش قانون مالية تكميلي في هذا الضرف شي ما هوش طبيعي رغم أن معرفتي الميزانية لمدة سيارة خمسين سنة ولا ميزانية صرفت بالنسبة أكتر من ستة في المئة نقرر ونجمد موارد ولكن في التنفيذ ما تلحقش ستين في المئة كان بعض المؤسسات ولايات مثلا المشاريع انتاحها تلقاها استهلكت القروض بالنسبة ثلاثين في المئة لحنا المشاريع عندها وقت نتع النوضج عندها وقت نتع كده نتع إنجاز عندها ستية عندها ستية عندها ستية شي لغير منطقي في الضرف الحالي هو أننا نستمر في هذا المستوى نتع الإنفاق نتع الدولة أنا أعطيت أوامر باش نقلص بثلاثين في المئة من الإنفاق من الإنفاق تع التسيير ونزيد لك أنا أكتر نمشي الأكتر قلنا لبعض المشاريع نأجلها أجلها ماهيش ضروري معدها حتى تأطير معدها الروتين بالنسبة الضرائب بالعكس ماهيش نقوي الضرائب غادي نقلص الضرائب فيه فئات اللي اللي حقولي تغيها 28% 25% المنطق الاقتصادي يقول إلا حبيت تدخل الضرائب خففها ووثسع الرقا لأنه من يتأخذ الرقا أنت عشرة في المئة وتفرض عليهم مئة في المئة زيادة في الضرائب ووش غادي تربح ميلكين مليون يخلصوا لك عشرة في المئة رك رابح رك رابح عشر مرات أحسن إيتن تكون فيه نظرة أخرى يعني الميزانية اليوم لازم نعرف أن الميزانية هي آدات تحتين مئة الحوافز بل لا 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 رفقوا لا 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 بكل وسائل التي اعتحالك للميزانية ميزانية ما هيش مجرد رصيد وصرف نخفف هدي نخفف على بعض الفئات تتعالى تبعها ونخفف وننحي الضرائب لأنا ما عندهاش مرض إذا نشوف كيفاش نوسع الوعاء الوعاء الضريبي بحاجة خفيفة الضغط الضريبي يكتل الاقتصاد بالنسبة للإستيراد هناك شغل على هذا الميلف بالنسبة للإستيراد في إجراءات تعرقابة دبعا تدخيم الفواتر راه يديل الأمور لا تحمدوا عقبة أنا باش تستورد حاجة اللي قادر ننتجها ممنوع تستورد مواد أولية اللي تخلي المنتوج نتعك جزائري بستين سبعين في المياه مرحبا فيه قيمة إضافية يعني تصدير باش تصدر مادة مدعمة من الدولة ومستوردة ومدعمة من الدولة وانت تصدرها وتقول عندي الحق في 50% سبيني 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 نخلي لك الحق تاك في 50% على القيمة الإضافية اللي يجب ده طبليس سيد الرئيس نروحوا شوية للمستقبل إن شاء الله إن شاء الله تحدثتم بشكل مطول حول وصف الوضع وتحكم السلطات العمومية في الكثير من المسائل لكن علمنا أنه هناك فرق عمل تقوم بدراسة بداء الحلول المستقبلية لما بعد الأزمة الحالية سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال السياسي لغر ذلك هل تعطونا فكرة وتعطو المواطنين الجزائريين فكرة عن توجيهات التي أعطيت لهذه اللي جان ولي جان خلقها خلقها سيد الوزير الأول ومشكور ما تشاورنا عليها ما بينها الشيء اللي نقول فيه كل شيء اللي شرحته هذا غادي دون فيه سياسة واضحة مستقبليا منتعة الدولة لا بالنسبة لإعادة تنمية بالنسبة لإعادة الهيكلة اقتصاديا بالنسبة لكتير من الجوانب خلوها الوقت لأنهم يخدموا فيها اقتصاديين وهم يخدموا فيها حاجة لتأزمت بها وملتأزم بها أمامكم من خلالكم لكل المشاهدين عمري ولا ننفارد برأي أنا الأمور أنت أنا أمور الدولة شورى أهل المهنة وأهل التفكير وأهل أنت عندك ربما الميدان وما عندهم النظريات تلقيهم مع بعض وصلوا نتيجة طيبة إن شاء الله بالنسبة لكتير من الأمور نحن هذا البنوك الإسلامية هنا مشجعينها وفيه أموال كبيرة بيش تشوف خلال هذا توجيه من توجيه هذا فيه بالنسبة لتقوية الإنتاج المحلي يعني تكلمت بالنسبة نرجع للمجتمع المدني حقه في التسيير أنا التازمت من هالأول ولما ترشحت ترشحت باسم المجتمع المدني والشباب ترشحت له باسم طائفان المال ولا غير المال ولا حتى حلح حزب اللي نتمي إليه ما ترشحت وقلت أن المجتمع المدني لازم يعاود يأخذ زمام الأمور ونخلق نوافق على إنشاء أكبر عدد ممكن من الجمعيات الأهلية المدنية ويكون عندها الطابع المنفع العامة وتكون عندها نصيب من الميزاني ويتكفل بجزء من الجزء ونسمع له عندي مراقبين في السوق كوزار تجارة بالصح أحسن رقابة هي أنتال جمعية الدفاعاً المستهلك بالنسبة للصحة بالنسبة للناس داوي الأمراض المزمينة بالنسبة 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 لهذا الستارتاب وغيرهم يتنضموا نضموا عندك ما نبقوش هكذا الشارع عمر مجتمعي بشيحيا كون عندو الحيويين بالمجتمع المدني وكل واحد على سبل الانتمان شرط الوحيد هو مجتمع المدني شي والتحزوب شي آخر هذا ما كان سيطو مجتمعي بشيحيا مجتمعي بشيحيا بشيحيا مجتمعي بشيحيا سيدي في سير على خاطر في هذ القرار أولا لاسق بصفة عضوية في شي لي مناش تحكموا فيه هي هذي كورونا لو كان ما كانش فيه هذي الانزلاقات اللي وقعونا اللي خلوا الأرقام عودة ترفعات ربما قررنا وصلنا إلى زيادة يوميا عشرين ثلاثين ما عندهاش معنا كنا نجمو بصيفة ولا أخرى نفتح مجالات ونفتح بالنسبة لأنا قلت والتازمت أن التدميذ ما يضيعش يوروب عاد عني بلانش وما نفرض عني بلانش حتى على واحد فيه امتحان تاع السنك يام سيبولو حل بالنسبة للبيو نفس الشي رأنا فيه ظروف ستنائية فيه دولة لخلقة البكالوريا تخلت عليها هات السنة ما ما معناه بلحنا نتخلوها البكالوريا البكالوريا يكون ويفوتوا البكالوريا ولكن يفوتوا حسب الظروف لأنا عايشينها ما زال السنة الدراسية من العادة تنتهي في 15 جوان في أواخر جوان ما زال ما صنعش خلاج حانا لو كان الأرقام تعود تهبط يكون فيه حل إلا الأرقام ما هبطتش يكون فيه حل آخر ولكن ما نضيعش سنة نتعال الولاد نتعال البكالوريا يفوتوا البكالوريا بتاعهم بشي اللي يقرأوا واحد يقول لك العتاب واحد يقول هادي أنا ما ندخلش التفاصيل تفاصيل نتعال الأساتي دا ونتعال المسايرين نتعال القطاع ويدي البكالوريا إن شاء الله لأن البكالوريا مهم لأن البكالوريا هو اللي يفتح للجامعة يقول لما يكونش فيه دخول جامعي لما فيش بكالوريا فيه ارتباط وكل هادي يأيونان كوني في كوفيد ديزناف والحاجة اللي ما تتحكمش فيها ما تطيقش تكهن هاي قدي تكهن ولكن التازمت قلتها في كلمة ونزيد نأكد دروك من خلالك الأولياء والنقابة الأساتي دا طالبا أن ما يكون فيه إلا حلول لتساعد تلميذتان ما نحملهمش شي اللي ما يقدروا شي تحملوا هذا ما كان سيد رئيس استغل هذه المراسبة طيبة أربع أشهر تمر على توليكم قيادة البلاد بعد انتخابكم رئيسا لها هل ينتبوكم شعور اليوم بأن هناك تقدم في المسار التغيير أم تشعر أن هناك ربما بعض مراكز مقاومة هذا التغيير ما هو تقديرك للموقف حتى يعني تكون عندنا رؤية للمستقبل هو المنطقي حين المنطقي يفرض أن تكون فيه مقاومة يعني كما يقول يقول لك الناس أعداء ما جاهلوا والناس من العادة تخاف من المجهول فعلا مات ومن شبع على شيء شابع عليهم وما مات بهم يشبعوا على الشيء اللي كان والتغيير ضروري تغيير مشكلة الناس تقبلوا لأنه فيه مصالح تمست فيه مالفاسد مازال يفسد في بعض الأمور مالفاسد هذا راه ينوض في بؤر تحت إيجاج والناس لازم تفهم نهائيا أننا ما نرجعش الشيء اللي كنا فيه ولا واحد يضحقه ولا واحد يزيد يمس الملعام ولا واحد يزيد يمشي بتواطع مع إطارات ولا مع مسؤولين يمشي للدخل السهل على حساب التنمية الوطنية ولا حساب الدخل تعل المواطن البسيط تحس باللي فيه فيه مصالح مشات فيه مصالح تعل دول عدنا اللي اللي رها حاسة بالمصالح تعل مشات تحرك لكل بعض تحرك أحصين الطروادة ما عليك ما عليك هذا شيء هذا هو العامل تانا احنا ما كاش حاجة اللي تجيب سهولة كانش حاجة اللي تجيب سهولة متوقعين تكون فيها سوء فهم كذا ولكن هذا ما يوقف في المسيرة لأنه عارف وعارف فيه وسائل غير معلنة ما هيش إلا مخابراتية وسائل شعبية لتخليك تعرف أنه اليوم الشعب رهب تقريب 80% مجند للتغيير صحيح على الأقلية فيها اللي ربحوهم وفيها اللي عمركم لن يردع عنك حتى تتبع ملتا ولا نتبع ملتا M. le Président dimanche prochain nous allons célébrer la journée mondiale de la liberté فيه أمور أنتم ما ما تقبلوهاش وأنا ما نقبلهاش والصحفيين ما يقبلوهاش 8000 ولا 9000 صحفي كلهم رهم يحتجوا على المستوى كلهم يحتجوا على الخلط بين الحرية والفوضى فيه صحفيين لعدم ربما عدم تكوين عدم تجربة يغلطوا غلطات ورهم يصلحوها وحدهم فيه ناس اللي معاولين عن البلاء جايبين صوت من جهة أخرى هذوك ما نقبلوش ناضي الضجة قال المأساس بحرية تعبير ومأساس بكذا فيه 8000 صحفي فيه 3 ولا 4 وما يتهموش للصحافة الوطنية صحفة صحفة أجنبية ومولاء أجنبين أنا هدروع السيادة الوطنية السيادة الوطنية أنا شخصين ما نتخلاش عليها بأي تمن مهما كان كيف أنت تجيب تمويل أجنبي باش تكسر المؤسسات تعالت على الجزائر هنا ودقولها المسبح ورها الدولة المتقدمة الديمقراطية اللي تقبل هاد الأمور هذي اليوم في دول أوروبية غير تجي ودير تليفيزيو تجي ودير جريدة وراك تحت المجهر عسينك تمويل أجنبي ما يقبلوش ما يقبلوش لا في بناء المساجد ولا في بناء مدارس ولا في بيئة ولا في صحاف على هنا نقبلوه لأنه رك محمي روح اللي حماوك يرجعوك السيادة قبل كل شي البلاد حروها رجال وماتوا عليها رجال أعطيها شنا البيع والشران تاعة الديمم هادو أرساف نعرفوهم نعرفوهم وسبق لي وقلتها ونزيد نقولها عمني الرئيس انت أحمي الداعي الديمقراطية ويحركهم غير لي نحنا متحركوا حتى لأحد أخر نعرف جدك ونعرف وباك كانوا كولون في المتيجات دبحتوا الجزائريين اليوم جدي للديمقراطية وفي النهاية انتهى بك الأمر مشيت رئيس بلدية انت حزب متطرف لي يكره العرب ويكره كل شي ويكره قاعد الدنيا المثال تاي عدنا صحفيين أكفاء كما عدنا أطيباء أكفاء وراكم نموذج منهم سيب الحميسي معروف طيب معروف أنا دبالبليم يسمى سبحان الله والله يسير في القطاع من أكبر صحفيين تانا سيب الحيمر معروف وأن الديمقراطية أنا التازمت وقلتها مرارا وتكرارا أن ما ندعم حرية التعبير لأن بلا حرية التعبير لا تقدرش تمشي بعيد ولكن قلت نحارب بشراسة الكاذب والتجريح والسب والشتم باش توصنتي باش دير حاجة فكهية تخلق لي مشاكل ديبلوماتية رفعوا المستوى شوية رفعوا المستوى هذه غير مقبولة هذي أما الأخرين اللي قالوا تقليص حرية التعبير صحفي يخرج يستنطق لأنه قال كلام قوية على الدولة الجزائرية وش على الرئيس يستنطق يخرج يمشي لسفارة يعطيه معارض حال استنطقني فلان واستنطقني فلان يش راك ماكش بعيد على الخبار جي شاهد صحفي من حقنا احنا ندافع للسيادات هذي مهمتي وسندها للجزائريين ومقتنع بها وقلتها ما نتخلاش بشبر على إعلان نوفمبر وعلى رسلة شو هذة هذة هو يشتنوا فرصة أخرى عنا عنا شوف كيف شا سيدتي عنا 162 يومية ما نهضرش على المجلات كلها فيها فيها خمسة يوميات تعالى الدولة كل شي خواص ما نهضرش على المجلات الناس شهرية والشهرية كلها تكتب وتنشر تطبع عليهم الدولة وما يخلصوش ضيانة طبع ما يخلصوش الفيد لاباس ما يخلصوش ضرائب ونزيد ونعطيهم الإشهار والورق اللي يطبع به الجريدة مدعا من الدولة حدي كلها كانت وسائل تجارية اللي ممكن تغلق بها تجاريا ما غلقناش باش كثلاتها ولا ربعة مدسوش بحث حرية تعبير كان الدول اللي عندها خمس جرائد عمرهم ولا تكلموا لهم وما يتكلموا وش عليهم اللي في رأسه يعني صبحنا قوة الأدغال اللي قوي يكون ضعيف ولا هذا يكون حق هذا هذا يكون أي لازم القانون الديمقراطية ما تتبنى إلا دولة قوية الدولة ضعيفة ما تجيب إلا الفوضى تقدرش تبنى الديمقراطية أبدا والدولة القوية ما تتقوى إلا بالقانون القانون هو الفيصل يحكم على الدولة ويحكم على الجاني دولة ظلماتك يحكم عنها بالقانون هذا الطموح أنت أنا سيبا عرف ما هوش حلم لو كان قاعد جزالين تفهموا في بعضنا بعد هذية الدولة اللي نبغينها موش دولة اللي تدخل للمحكمة مظلوم تخرج منها ظلم لا حقك يوصان بتسخرش على القانون عطا عرف لا يخرش على القانون لا هو تقبط شاحنة تاك وتبشي تشاحن تاواحد سيارة صغيرة شكون يغلب شكون يفوت لآخر ويجيب لي في جرتك خمسين موت خمسين ضحية نسمح لك ما نسمح لك قانون هذا هو تعدت على القانون بغيت الحرية المطلق احترم القانون هذا ما كان قانون تاعد دولة ما هوش قانون تاعد شخص ولا أشخاص ولا قانون راهي الطير تطبق لا 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 إذن حرية التعبير هذه ما حرية التعبير أعتقد أن القانوات شوفي القانوات التليفزيونية هذه ولده ولا تقبل نحن قابلين ورانا نساعد فيهم باش يعودوا ياخدوا تيجاه آخر قانوني جيت نصبروحق قانات الأموال ما نعفواش وتوري صور ما غلقناش ما غلقناش نحاول قال القانون يمنع هاتشي لك تدير فيه العراف راه بدت تتحرك مش معناه بليتت مشحون لأن تمسوك في حاجة ولا واحد ما من حبابك راح فيه في الموينين تاعك راح فيه في تجيب واحد وتحطوه في بلاتو والشي اللي ما تقدرش تقوله انت باش ما تتحاسبش تقوله قوله انت باش يقولك لا أنا أنا كتغي بلاتو أنا كيما بغاو يدرونا كيما ديك القانات الأجنبية اللي جابتها داك قال حنا ما قلناش هو اللي قال عمي سعنت قال لي كنت لك دو فيكتر مهم حرية التعبير وقيت لك خلاص الكلام فيها ألتزمت وألتزم وأتأعهد أمام كل الصحفيين والصحفيات أن حرية التعبير موجودة ترب منك برك تهويل بعد على التهويل اليوم نقرأ في جريدة رغم التصريح انت على وزير الطاقة رغم التصريح انت على الاختصاصيين يقول لك أكبر تكاليف في العالم هي التكاليف انت على انت على انتاج برميل النف في حاسيم سعود ليس بكالا سيبيري لا تهويل في الناس خليها تفوت بعد ما 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 تديرها تهلكك انت رغم التصريح يقول لك بللي حاسيم سعود تكاليف تحا هي منخفضة جدا دور حوال خمسة ست بين ربعة وستة دولار تقول هي منع قوة في العالم لإلهي الله محمد رسول الله ها لا تهويل سيبيري لا تهويل لو دفوا يقارن أنا في بعض الحيان تفاجأ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمانوا وحتى الأوطان يعني يمشي يشوف في جريدة شبه جريدة تتوزع مجانا في المترو يشوف كل ما يشينا الجزائي درها في الصفحة الأولى لا على عليك هاد الغل على هاد البلاد هاد شكون هاد جريدة شكون يكتب هاد كعارف انت واش منحيز متطرف كادا اش نا الفوضى غير مقبولة قبلش الفوضى الحرية مطلقة الحرية ما هيش الفوضى يجي واحد كما زمان يقول لك عطيني هادية ولا مشي نجيب لك لا يعطيكش رزقي على هنعطيك انا عركت عليه يتظلمو رانا هنا ومفروض هذا العمل تعواصية الجمهورية وتكون فيه وسائل اخرى لمساعدة المواطن اللي رفع الظلم عليه تكون وسائل اخرى انشاء الله انشاء الله هيدا انا حب طلبه الواحد يحب بلاده وخلاص ويفرق بين الاشخاص والوطن عادي بالمناسبة يعني فيه شباب اللي وقت ما كرهوا مشاوا حرقوا كما يقول مني جبنا بعض المواطنين مننا من خارج دخلوا معاهم دخلوا رامي رامي يطلبوا ودرك باش يفوتوا في تلفزيونات يقول باش نفهموا واش عانينا واش كده وما القنا إلا بلادنا ساوروني وقلت لها ببرازكم شغلكم بالصح سيفدوا حدي وكان يفوت يقول هذا الكلام يقول كام شراوة ساكم صعب وقلت لها ببرازكم تحملوا سيد الرئيس الوضع الوطني بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية لا ينسينا أو ليغفلون عن الوضع الإقليمي اليوم في البلد الجار الشقيق ليبيا الأمور تغيرت بسرعة وتطور تطورت خطيرة هناك طرف ليبي داخلي تنصل من كل التزامات السياسية السابقة اتفاق سخيرات وثيقة برلين وأدرج نفسه في سياق جديد ربما حتى بعض القوى الدولية رفضته ما هو تصبرك لهذا التطور الجديد علم أن الجزار كانت سباقة في تقريب وجهة النظر وإرساء أرضية توافق داخلي هو الشي اللي أسف ناولا في رمضان وشي قال أن الليبيين يتقتلوا ويتقاتلوا والدم يسيل ولا واحد يعالج هذه كورونا خراب في خراب في خراب علىه من أجل الحكم من أجل السلطة وين رهد دولة الليبية دولة الليبية من أغنى الدول في أفريقيا وفي شمال أفريقيا كنا قاب قوسين أو أدنى لحل المشكلة الليبيا ما خلونا على واحد يقول لك إذا كان الجزائر حلت مشكلة الليبيا يعني رجعت في الصفوف الأولى أنت على الدبلوماسية وهذه دبلة خطيرة وهذه حسابات جيوسياسية وحسابات كذا وحسابات حتى تعيين المؤخر أنت على الدبلوماسي الجزائري كان ممكن يأثر في حل المشكلة ترفض إذا ولكن احنا ما نبعدوش أنا قلتها ونزين نقول حاجة ما تندر في الليبيا بلا بينا وحنا ما نلاعها الطرف ولا مع الآخر احنا مع الشعب الليبي وفي حلول وسرتها أمام المبعوثين الخواص خاصين تانت على الراسل اللي جاء هنا وتقلت شرحت احنا مع الشرعية الشعبية ننطلق من جديد وعدنا تجربتنا في الموضوع ونعرف الأشيقان الليبيين احنا ما غير المشكل الحل المشكل يكون الليبي الليبي بإعاز ومساعدة من أخوته إخوانه لمطالبين من نواله ما عندهم حتى خلفية لا اقتصادية ولا جيوسياسية ولا تعنوفود ولا غيرها سال دمتنا ما نبغوش دمتنا على شي قايسي نعرف المرارات هذا الوضع هذا عشناها هذا ما كان اليوم عدنا الحل تحسينتي المجلس الوطني مؤقت يخرج حكومة مؤقتها ويدخلوا في الشرعية الانتخابية ويدخلوا في هذه وسهلة كل قبائل الليبيا قبل الحل الجزائري كل شكل ما يساعدوش هذا جزائر قلبها مع ليبيا وصوتها الليبيا نعاونه بشي اللي قدرنا عليه عمرنا ما دخلنا رصاصها الليبيا نحن ندخلوا الدواء ومساعدات ونعاونها كافلة هذا هو الجوار الحقيقي إن شاء الله إن شاء الله هل نسترجع الوعيها شي محقق تاريخ يفرض نفسه ولا أزمة مثل أزمة الليبيا ما تحلت بالسلاح أبدا تقتل والآخر يقتل والآخر تقتل في آخر المطاف ترجعوا لطابلة وتتفاهموا وتمضوا مع بعض إذن عاجلا أحسن من أجيلا تفاهموا في بعضكم بعض كل حال إحنا نتأسف شي لإسرائي لإزلاقات الخطيرة اللي صار ولكن نحن ما نتخلش على ليبيا نتخلش على ليبيا وقادرين نحلوا المشكلة على ليبيا لأن نحن معروفين بدنا زهن تعنا في الوساطة الجزائرية مطلوبة في كل مكان الحياد الحياد تم ونبغو المحبة ونبغو الخير لكل شعوب ما ندخلش في حسابات واحد يمون تقول لي تقول لي برلين الشهر اللي تبع برلين دخلت فيها 3000 طن أسلحة لليبيا إذن هذي راح في تسجيع علىها ما بغيش الاستقرار لليبيا حاجة هل حنا اللي نمقصودين بها ولا هل حاجة أخرى أنا قلت بوادر سيئة جدا الدرسية ولم تفتش النار غادي تاكل جاعة الأخضر واليابس على دول جوار ومبعد غير الجوار ناسين بالليبيا راح على عشرات كيلومترات على إيطاليا صح هذي على إيطاليا تشاركناه في الرأي 100% ما عنا حتى ولا فاصلة فرق بيننا و بين إيطاليا وعبرنا عليه في زوج تمنى إن شاء الله أن نسترجع الوعي هاو يخلوا الليبيين يحلوا مشكلة إحنا مستعدين نعاون قرارنا نجيشنا ما يخرش خارج الحدود بصع التقنيين قادرين يخرجوا نحلوا نعاون في تنظيم نعاون الليبين اللي قادر يسيطر إلى حين فقط الحاجة اللي ما هنش مبنية على أساس ما تشتش تشتش في النهاية لازم يرجعوا لبعضهم بعض ويتفهم إلا خلاهم يتفهموا إن شاء الله نتمنى لهم الخير في هذا الشهر ربين إن شاء الله يخفف هذا الوطء على الأشقاء في ليبيا سيد الرئيس إذا سمحوا لزميلة وزملاء مجهولكم كل شكر على هذا اللقاء اللقاء ربما يكسر تقاليد سابقة جامدة وفتح أفق للاتصال نتمنى أن يحقق المزيد إن شاء الله لتنوير رأي العام الوطني والإقليمي وتبديد كل الشكوك والغموض لبناء ما يطمح إليه الشعب الجزائري شكرا لك إن شاء الله شكر لكم الحضور مرة أخرى وكما التازمت بصفة تقليدي يدرك كل شهر شهر ونوص نعود أن تلاقوا لما يشي معكم زملانتكم ولما تكون في أمور طريقة ممكن ناطق رسمي للرئاس الجمهورية يبلغكم ويعطيكم تفاصيل بعض القرارات وإلا نعود ونتلاقوا ونشرحوا المهم في هذا الشهر الكريم أتمنى كل خير إن شاء الله المواطنات والمواطنين الجزائريين أتمنى ربي يرفع علينا هذا البلاء ونترحم في هذا الشهر وربي يقبل الدعاء نترحم على كل شهداء المهنة هذا العطيب حتى المواطنين يتوفى وشهداء تعوباء إن شاء الله ربي يرفع عليهم الغبل وعلى عائلاتهم وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وإن شاء الله الجزائريين رجعوا على وعيهم تدافع تكسر بلادك بعد تلقى غير بلادك أني نشوف أنا نشوف مواطنين جزائريين أزمة هذه رجعت لهم النخوة رجعت لهم النخوة رغم عايش في دول تعرفها واليوم رغم يلحوا باش يدخلوا لأن مهما كان الحال كتشفوا باللي في هذه كورونا يعتبرهم أجانب يفوتوا أولادهم العلاج وهذه قبلهم ولقوا بلادهم تستقبلهم ديرهم في حجر بصفة لتصون كأرامتهم وتصون كذا وتصون كذا هذه الجزائر اللي نطمح لها الجزائر الجديدة ووفقنا الله عز وجل في بنائها إن شاء الله كل الجزائر يعتز به وشكرا لكم